عشرة عشرين ثلاثين عايز اقول له ان الخلية دي بتساوي مجموع ده او عايش اسف دي بتساوي ده زائد ده فالنتيجة ايه هيجمع معادي النتيجة برضه ان انا لما شدي كده هيعمل ليه هيعمل ريليتف يعني ايه يعني ينزل سطر عشان انا نزلت سطر المعادلة تنزل سطر يعني القيم هنا بص ايه وبي واحد صح هنا اتنين هنا تلاتة صح عشان انا نزلت سطر في المعادلة بايه تنزل سطر فانا هنا دلوقتي عندي تلاتة اتنين وتلاتة خمسة وخمسة وعشرة واستاشر وهكذا صح اللي ولد بايب لو انا عايز اقول له بعد اذنك ها ما تشفتش خلية تشفت خلية واحدة والتانية لا يعني سبت واحدة اقول له ازاي ان انا حط الدولار ساين قبل الخلية دي قبل الصف وقبل العمود حط دولار ساين جماعة برضو عادي بس الفرق ايه بقى لما جنزل كده هيجمع على ايه هيجمع على التلاتة يبقى تلاتة وخمسة كام تلاتة وستة كام تلاتة وتمانية كام ادوش لو انا عايز اقول له في المعادلة دي سبت دي ودي بص لما جنزل بص السبتة ازاي مين اللي بتتشفت مين اللي بتنسل سطر اللي ايه صح اما السبتة هي اللي ايه البي واحد فانا هنا برضو نفس الحركة ممكن اجا اعمل ايه هنا احط دولار ساين وبعدين دولار ساين صح بحيس ان انا بعد كده عندي اي ارقام هنا لما جنزل كده ايه اللي يحصل ليه عشان الفاس ايه سبتة مع كان هنا خلايا فاضية ايه بس عشان سبتت له في المعادلة بتاعتكم الكاتينيت دي لايه الخلية بتاعترفها طيب اقدر اعمل ايه دلوقتي اخف الخلية دي اهو واخفي دي صح اعم بحيس ان دي دي بقى فيها المعادلات ودي فيها المعادلات والنتيجة بتطلع لي ايه اه خيعة عشان تمام وصلت كده الفكرة ماشي شباب اه طيب عندنا ايه المعادلات التانية عندنا عندنا معادلة اسمها ايه اف دي معادلة مشهورة جدا وجميلة جدا ايه هي بقى دلوقتي مسلا سي انا عندي هنا عشرين وعندي هنا مسلا تلاتين وعندي هنا مسلا كام اه ماشي اوكي خلينا عشرين وثلاتين حاجة اقول له انا بتساوي اف ايزا تديله لوجيكل تست يعني ايه لوجيكل تست يعني انت تديله مقارنة مقارنة ازاي اقول له لو ده اكبر من ده يعني لو الرقم ده اكبر من ده تعمل ايه لو الكلام ده تحقق ان ده اكبر من ده الشرط ده تحقق لو true مقارنة اقول لها ان انا لسف وعشان يفهم الكلام cultures عشان يفهم الكلام ما بين في معادلة لسف اف لكن اقولي ان انا لسف طب لو طلع الرقم ده أصغر من الرقم ده عكس بقى الشرط بتاعي اوalin او هيالو ايه اقول لي ان انا بي عشان هو اكبر فعلا ايه اللي حصل? جود لو خليت عشرة هتبقى بقت. طيب عايز اقول له مسلا بتساوي اف ده لو اكبر من ده. عايز اقول له لا لو لقيت ده اكبر من ده اجمع المعدل. فهم عادي اقل له مسلا اعمل صم. اعمل اعمل كزا يعني اقدر ادخل في عادي معادلة. اقدر ادخل في ايه? عادي معادلة. يعني انا مسلا لو عندي شوية ارقام هنا. ايه? هتاخد بالك بلقتي مع دي الفكرة. انا اقول لنا لو لو كنت هتعمل ايه? طفك دي الشكل. لكن لو مش ما تحطوش فكلا. يعني انا قلت له بيساوي اف افتح القوس. لو ده اكبر من ده. او يساوي ده او كزا لو ده يساوي ده اعمل كزا. عاو ممكن اكتب له ايه? يساوي. لو ده يساوي ده اعمل كزا. لو مرة يعرشوش مش بيساوي بعض ما تعملش كزا. طب و ممكن برضه اقول له ايه? لو الخلية دي اقول له Denmark. اتنين لو بتساوي F. اقول له لو الخلية دي بتساوي عشرين. طب لو غير كده يبقى فولس. ادخل لو ايه? بتساوي ايه? فاجي مثلا اقول له دي لو اكبر من دي تعمل ايه يا سيد الفاضل اه عايزك تعمل sum لي الكلام ده اه ده كده ايه لو في حالة الايه ان ده اكبر من ده طب لو في حالة ان الشرط ده تنفع عايزك تعمل sum لي الكلام ده او لا اتبسم نقول مسلا تجيب لي الماكسموم بتاع الكلام ده وتوم اقفل الكوز بتاع ايه بتاع اث تمام جمع كده ايه العشرة هتلاقيهم في احداشر تلاقيهم دولات احداشر عددهم حداشر طيب لو الكلام ده اصغر تعالى بقى ان هنا نخلي الاركام ثلاثين ناسا لو دي اصغر بقى خمسة هتلاقي تطلع لي كاما الماكس بتاع الاركام دي كلها يعني اقدر ايه ادخل ايه معادلة في معادلة طيب لو انا جيت هنا قلت له مسلا عايز ادي له بدائل لللوجيكال تست اقول له له ازاي هو ما اقل له بتساوي اف افتح كوس هو ما اقل له اور هو بيقول اللوجيكال تست فعقول له ده او ده او ده او ده او ده هما اقل له ايه اه اور افتح الكوس هقول لي ايه اللوجيكال واحد هقول له مثلا تعالى هتنحط الارقام الاول مثلا اولا تعالى مش هتفرق هاللينا كده خلاص نقول لي ساوي اف افتح كوس اور افتح كوس هقول له لو الخلية دي بتساوي ها لازم طالما قيمة value يبقى لازم احط له في ايه condition صح طيب او الخلية دي لو بتساوي لو الخلية دي او الخلية دي اللي هي c4d او الخلية دي اقص بتساوي تلاتين يعني بقول له لو الخلية دي بتساوي عشرين او الخلية دي بتساوي تلاتين تعمل ايه ها تقول لي برضو ان احنا good نشوف دلوقتي هيقبالة اولا لا ان احنا ايه هل الفاليو كتكست بنحطه في condition بس ولا ها ها المنحطهش هنا قال لي ايه بص قال لي باد قال لي باد لي مع كنة دي بعشرين. ها? ها? قال لي باد لي. ايوة انا لسه كنت عايزة خليك تقولها ايه ايه ايه? انت نحط لما يكون بس. لما يكون ايه? لك ما تحطش لما انا كان قال لي حط الكوتيش. فما ينفعش تحط الكوتيش. صح? يبقى الكوتيش هم رحطها امتى? لما يكون الفاليو تيكست. الفاليو ايه? تيكست. تمام? طيب. يبقى كده قال لي جود. لو انا هنا حطيت اي كلمة تانية بقى غير تلاتين قال لي جود برضو. اجا اقول له عشرة دلوقتي. يوم ايه ايه باد. تمام? ماشي? طيب. ايه. بس اعايز اجيبي الجزر. الجزر ممكن اجيبه ازاي? هم اقال له بتساوي مسلا اربعة. وما اقال له قس اللي هي شفت ستة. نص. صح? دي طريقة. طريقة التانية اننا ممكن اعملها بفانكشن. اقول هلو ازاي? ساوي سكويرت. خبس? الاربعة. ساوي ايه? اه? سكويرت الايه? الاربعة. تمام? طب سكويرت ينفع حط جواها معادلة اه? اقول له مسلا سكويرت سام. الكلام ده. اهو. من هنا الهين. صح? يبقى كده بقول له ايه? سكويرت العشرة ولا والواحد حداشر بتاع الجزر بتاعه. طلع تلاتة افها. تمام? طيب. عندنا ايه فانكشن ستانية? اه اه. دلوقتي عندنا اه في حاجتين. في حاجة اسمها اف اند. وفي احنا خدنا اف اور. وفاضل ايه? سام اف. طيب. والفي لوكب. حنشوفها دلوقتي. طيب دلوقتي عندنا حاجة اسمها اف اند. بتساوي. اف اف تحكوس. فبقول له. اور يعني لو ده تحقق او ده تحقق او ده تحقق. يطلع لي القيمة الترو. لو ما فيش ولا حاجة من دولة تتحقق ويطلع لي القيمة لايه? الفولس. لكن اف اند لازم الشروط كلها ايه? تتحقق عشان يطلع لي الترو. يعني لازم اف ده وده وده حصلوا مع بعض. يبقى ايه? طلع لي الترو. واحد فيهم صيتي وبهتطلع لي الفولس. فانا اقول له إف اند? اقول له ان الرقم ده لو اكبر من الرقم ده. وده في الاند. خلاص? اللوجيكل تيست التاني اللي في الاند. اقول له لو ده اكبر من ده. يعني لما يكون ده وده أنت جيدًا جيدًا لن تبقى أنت جيدًا لن تبقى جيدًا اشتركوا في القناة 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 فيلوك اوب دي فايداتها ايه فايداتها انها بتدور عالجاب دول انت مثلا بزاد دي تفيدك